تعادل النادي الإسماعيلي أمام الدخلية بدون أهداف في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين اليوم الخميس باستاذ الإسماعيلية ضمن الاستعدادات لمواجهة سيراميكا في الأسبوع الثاني عشر للدور الممتاز وكان إهاب جلال المدير الفن الإسماعيلي أشرك في بداية اللقاء التجريبي أمام الدخلية تشكيل مكون من أحمد عادل عبد المنعم في حراس المرمى ومحمد نصر وعمد حمدي ومحمد دسوقي ومحمد بيومي في خط الدفاع ومحمد عبد السميع وهشام محمد وإيرك تروري وعمر الساعي في خط الوسط ونادر فرج ومحمد زيدان في الهجوم ولعب بديلا حتم سكر وعبد الكريم مصطفى ومحمد عمار وعصام صبحي وعبد الرحمن مجدي وعبد الرحمن الدح وعلي الملواني وتقدر الإشارة إلى أن الجهاز الفاني الإسماعيلي خاض ثلاث مباراة ودية في أثناء توقف المسابقة المحلية مع نجوم المستقبل وغزل المحلة والدخلية للتحضير لاستئناف المسابقة المحلية بمواجهة سراميكا ومن بعدها الزمالك والجونة أيام 15 و19 فبراير الحالي بالإسماعيلية و26 من نفس الشهر بالغرداء